هل بدأت السعودية في تنفيذ اتفاقها قبل أن يتم التوافق عليه؟ سؤال مطروح على أرض عدن التي تشهد انتشاراً عسكرياً سعودياً لا يوجد تأكيد رسمي على هذا الانتشار غير المعلن لكن مصدراً عسكرياً بالحكومة صرح لوكالة الأنظول بأن السعودية بدأت بنشر قواتها في بعض المواقع الاستراتيجية في التفاصيل التي أوردتها الوكالة فإن القوات السعودية انتشرت اليومين الماضيين في قصر المعاشيق بكريتر ومطار عدن بخور مكسر وبعض المواقع العسكرية بتوازم عن سحاب تدريجياً للقوات الإماراتية ولا يعلم تحديداً حجم القوات السعودية البديلة في ظل أنباء أخرى تحدثت عن ترتيبات تجري في مقر التحالف بالبريقة بهدف إنجاح عملية التسليم والاستلام بين القوات السعودية والإماراتية حتى اللحظة فإن التفسير القائم هو أن السعودية تقوم بعملية تهيئة الأرض لتنفيذ تسوية سياسية تنهي الصراع بين الحكومة والانتقال بناءً على اتفاق جدة الذي ينص وفق التسريبات على انتشار قوات سعودية تشرف على إنشاء قوة أمنية محايدة وتقوم بعملية إعادة انتشار القوات التابعة للحكومة والانتقال وهو ما جعل البعض يضع الانتشار السعودي ضمن سياسة الأمر الواقع لفرض بنود اتفاق جدة بعد أن فشلت الرياضة في تنفيذه على طاولة السياسة كانت السعودية قد شهدت خلال الأسابيع الماضية حواراً غير مباشر بين الحكومة والمجلس الانتقالي في ظل تصلب الموقف الحكومي المصر على إنهاء انقلاب ميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً والسعادة المقرات الحكومية والعسكرية ومع ذلك فإن الشكوك تظل قائمة حول دور الإمارات القادمة في ظل ولاء المجلس الانتقالي لها حتى ولو نجح اتفاق جدة ترجمة نانسي قنقر